السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا اليوم عن بعض الظواهر الاجتماعية التي تظهر في مناسبة عاشراء وبيانوا موقف الشرع الحكيم منها تعلمون جميعا أن اليوم هو يوم عاشراء يوم معظم مكرم عند الله تعالى وهذا اليوم وقعت فيه أحداث كثيرة عبر التاريخ خلصتها أن الله تعالى ينصر عباده المظلومين ويحق الحق ويفتح أبواب الاستجابة للطالبين للخير وللذين يمدون أياديهم للإحسان ربنا عز وجل يفتح أبواب الخير في هذا اليوم المبارك السعيد حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى صيامه لما سمع بأن اليهود يصومون هذا اليوم المبارك وأخبر بأن هذا اليوم أنجى فيه الله تعالى موسى عليه السلام من كيد فرعون وفي هذا اليوم رست سفينة نوح عليه السلام عند الجودي ووقعت أحداث كثيرة عظيمة للأنبياء والمرسلين يصومه أهل الأديان فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه وقال بأنه أحتسب على الله أن يغفر به السنة الماضية هذا هو التابت في الشرع الإسلامي لكن عادة هناك ضواهر اجتماعية تظهر في هذه المناسبة نشير إلى بعضها أولا زيارة المقابر في هذا اليوم هناك اعتقاد شعبي سائد بين الناس مفاده أن الأرواح تعود إلى الأجساد في هذا اليوم وأن الناس يستشعرون بأن هناك تواصل كبير بين الموت والأحياء طبعا هذا كلام يحتاج إلى دليل فعلا زيارة المقابر هي مطلوبة في كل وقت النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الأول كان قد نهان عن زيارة المقابر لماذا؟ لأن في الجاهلية كان الناس يأتون إلى هذا العالم عالم الأموات ويحدثون الكثير من التصرفات كالبكاء والنحيب وشق الجيوب واختلاط الرجال بالنساء والفوضى والصوت المرتفع يزعجون به مملكة الأموات هذه الظواهر كانت في الجاهلية نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أجلها عن زيارة المقابر لكن لما دخل الإسلام إلى قلوب الناس ولما استقاموا على الطريقة أندك سيدنا النبي نسخ هذا الحكم وقال صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة المقابر الآن فزوروها فإنها تذكر الآخرة فكان الصحابة رضي الله عنهم رجال والنساء يزورون المقابر ولكن يتأدبون في الزيارة كانوا إذا جاءوا إلى هذه المقابر يلبسون لباسا محتشما رجال ونساء وإذا دخلوا وقفوا عند الباب وقالوا سلام عليكم أهل قوم مؤمنين أنتم الصابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون ثم يأخذون بعض الطعام أو المال معهم يستحبونه معهم ليتصدقوا به على الفقراء والمساكين هذا كان أيام زمان لكن فيما بعد نلاحظ بأن بعض الناس بدأوا ربما يعودون إلى بعض التصرفات والسلوكات التي كانت قديما فعادة في عشراء نجد بأن هناك اكتضاض في المقابر والناس يأتون رجال ونساء وبلباس ربما مثير للانتباه وتغيب حالة الخشوع وحالة التأثر بالموت ويكون هناك مثل الموسم في هناك متسولون وباع وضجيج وصخب وهذا كله لا يليق حقاً الزيط المقابر لها أجر وثواب عظيم وفي بعض الروايات أن الميت يستعنس بزيارة أهله يستعنس بهم لكن ليس من الضروري أن يكون الزيارة في عاشراء ويقع مثل هذا الصخب والضجيج في إزعج فالصدقة تصل إلى الميت ولو من بعيد ما ينفع الميت ماذا؟ ينفعه الصدقة وينفعه الدعاء والدعاء والصدقة ممكن أن تؤديهما وأنت في بيتك وأنت في بلدة أخرى بعيدة تصل إلى الميت بإذن الله تعالى أما الزيارة فهي تنفع الأحياء لأن الحي لما يدب إلى الزيط الميت يستشعر بأن هؤلاء الناس كانوا معه والآن صاروا تحت التراب وسيأتي دورنا نحن أيضا فنتأثر ونشعر برغبة في الاستقامة والإيمان فالذي يستفيد من الزيارة هو الحي ليس الميت أما الميت ما ينفعه الصدقات والدعوات فنسأل الله تعالى في هذا اليوم المبارك وهذا يوم جمعة وفق يوم عاشر نسأل الله تعالى أن يرحم أموتنا وأموت المسلمين أجمعين وأن يسكنهم فسيح الجنات وأن يجعلهم في أعلى عليين مع الأنبياء والمرسلين ومع الأخيار والأبرار اللهم آمين أيضا أيها الأحباب الكرام من الظواهر التي تنتشر في عاشراء ظاهرة تعاطي الشعودة والسحر فالليلة دي العاشراء كليك يسميها ليلة الشعالاء كليك يسميها ليلة المجامر ليلة كذا وكذا إحالة إلى الازدهار السحر والشعودة وفي هذا المناسبة كالقو بعض الناس غفر الله لنا ولهم مما لا يؤمن بالقدر ولا يؤمن بالإيمان يتعاطون إلى الأعمال السحرية إما بتسخير الجن وإما بالتواصل مع الكواكب والنجوم والأفلاك وإما باستحضار الأرواح طرق كثيرة ومتعددة للشعودة غايتها أنهم يقضون بعض الحوائج إما جلب الحبيب يسمونه جلب الحبيب إنسان يريد أن يتزوج مع مرأة أو مرأة مع رجل ولكن الأمر مستحل بالنسبة إليها تذهب عند المشعود أو المشعودات فيعمل لها عملا يسمى جلب الحبيب أنه أحايتم كنتم يأتي بكم الله تعالى كين هناك التفريق لا يسترنوز تلكم من الأزواج وهو كثير جدا حتى نسبة الطلاق المنتشرة في محاكمنا ليس سببها دائما السراعات المادية أو اختلاف الطبائع أو مشاكل الخينة الزوجية في جانب كبير منها هو علاقة بالشعودة ناس يتعاطون للشعودة فيفرقون ما بين المرء وزوجه كما قال الله تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم يتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه الكثير من حل الطلاق سببها هذه الأعمال الشيطانية كتجعل الرجل أنه تبدو له المرأة صورة سوداء ورائحة وكرهنتنا ولا يتحملها أو العكس المرأة يبدو لها الزوج بأنه منفر وأن سلوكه لا يطاق أو العائلة كلها تبدو فيها مشاكل واتبادل أتهم ولما تحقق قضائيا وواقعيا وعلميا لا تجد أسباب معقولة منطقية بقدر ما هي أسباب سحرية فإما هناك جلب الحبيب وإما هناك التفريق بين الأزواج وهناك الليسترنوستركم ما يسمى بالثقاف يستعملونه في هذه المناسبة أن الإنسان ملقت عنده رغبة في المعاشرة الزوجية ثقاف ما يقدر يتزوج ولكن متزوج لا يستطيع أن يعيش حياة طبيعية والغاية للإضرار أو الانتقام هناك من يريد أن ينتقم من آخر فيقوم له بهذه الأعمال والله يسترنوستركم الثقاف مشغل في الزوج في التجارة كنا المنافسة الغير الشريفة فيعمل له الثقاف في تجارته في محل تجاري أو في أرض فلاحية أو أرض زراعية أو مقاولة فالناس يبيعون ويشترون وهو هكذا لا يبيع ولا يشتري كتلقى الناس عندهم ممتلكات وهم فقراء كالناس اللي عندهم أراضي وعقارات تساوي الملايين مئات الملايين وهم فقراء ما كيلقوش حتى عشاني لا والسبب هو أن ذلك الممتلكات اللي عندهم متقفة ما كاتباع ما كاتشرع فغير الضرائب كتلقى ديما عندهم خسارات وكي الله يسترنوستركم أخطروا هذا ما يسمى بالتوكيل أن في عاشرة كيستعملوا أطعيمة كيستعملوا معها بعض الأعشاب أو بعض بقايا الحيوانات بحل الفأر والضبوع وغيرها وهذه كلها تؤدي الله يسترنوستركم إلى بعض الأمراض ما كتعوش السحر كتعوش توكيل سم قاتل لكي تعطل هات السحر والشعودة الله يسترنوستركم جميعا هدرها من باب القفر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن أكبر الكبائر وقال الشرك بالله وقتل النفس وذكر من بينها السحر لكي تعطل السحر ولكي تعطل الشعودة وكي دربه الآخرين خسر دينه وخسر دنياه وعدد كبير دي لهذه الناس اللي يسترنوستركم حياتهم كتعود عذاب أليم وآخر حياتهم خواتم وهم كتكون سيئة فلهذا الإنسان إذا كانت تورط شي مرة خصوصا كالقف بعض الشركات في بعض الإدارات حتى السحر بين الموظفين والموظفات كتلقى منافسة غير شريفة تريد أن تزيح فلان من كرسي المسؤولية كتمشي أدمو الشعود كيستعليك واحد الغبار معين كيدروا على الكرسي فلان ما كيبقاش يجلس ذاك الكرسي يلا كيجلس كيجي الصوضاع دي الدماغ كيجي نابطة القلب كيجي الواقع لأن مريض كيبقاش يعد الأطباء ليوم طبيب دي القلب غضط طبيب دي الطرسي ومعضي غضط طبيب دي المفاصل وورا عنده عمل سحري وكاحتى كيخلي ذاك المكان هذا كله اللي يسترنا ويستركم هذا كفر واللي تعامل به ضيع دينه وضيع دنياه واللي كان سوله وإبنس هذا العمل فليتوب ليتوب إلى الله تعالى وليستغفر لأن في عشوراء في التوبة التوبة إلى الله تعالى وربي يغفر لمن تاب صادقا واللي بغي توقع من هؤلاء دائما يكون متوكل على الله اللي عنده من أسباب الوقاية أن الإنسان يكون متوكل على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه لك تكتوكل الله تعالى خصمك يحتار فيك دائما توكل على الله الذي لا يموت وردد كلمة لا إله إلا الله وكلمة لا حول ولا قوة إلا بله حتى ولو كنت مسحورا لا حول ولا قوة إلا بله معناها لا تحول من حال إلى حال إلا بقوة دافعة من الظهر وبشر ربي يحفظك من السحر والشعودة احفظ دينك دائما احفظ دينك ورأس مالك رقم واحد في ممتلكاتك ورأس مالك هو دينك أولا وفي الحديث من حفظ دينه حفظه الله تعالى احفظ الله يحفظك كما جاء في الحديث ابن عباس احفظ الله يحفظك والله خير الحافظة الإنسان منك يحفظ الدين ديانو ربنا يحفظه من كل سوء ما الضر التحجى نهائيا ثم الإنسان يواضب على الصلاوة الخمس لأن الوضوء والصلاوة الخمس هي وقاية وهي رقية مباركة وخصوصا سنة الفجر مع الجماعة فيها وحدة باركة عظيمة لك يصلي الفجر مع الجماعة فهو في ذمة الله وفي حفظ الله ورعاية الله ثم لا ننسى الصدقات على الفقراء والمساكين والمحتاجين نعطيها بدون من ولا أدى نعطيها بنفس طيبة هذه فيها حماية كبيرة لنا من الأعمال الشعودة للأسف حتى في عصر التكنولوجيا وعصر التقدم ازدهرت مثل هذه الضواهر وخصوصا في عشورة قد تكسر هذه الضواهر نسأل الله السلام والعافية أيضا من الضواهر الاجتماعية التي تظهر في عشورة هو ما رأيناه من ما يسمى بالشعالة النسك شعالوا الشعالة وكي يدروا طقوس معينة هذه من علامات الحدث الذي وقع حزين في تاريخ الإسلام في الستين من العصر بعد وفاة النبي الكريم 64 هجرية وقعت وفاة سيدنا الحسين مقتل سيدنا الحسين عليه السلام بسبب سرع سياسي ما بين الأمويين وبعضا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سرع سياسي على السلطة من يحكم ومن هو أحق بها والفاضل والمفضول وانتهت بمقتل سيدنا الحسين عليه السلام صبت النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا نقطة تحول في التاريخ السياسي الإسلامي فصارت عندنا كتلتين أهل السنة والجماعة هي الكتلة الكبيرة وكتلتان هي أخرى هي ما يسمى بالشيعة وبدأ مفهوم التشيع بدأ يتبلور ويأخذ أبعاد مختلفة عبر الأزمنة التاريخية إلى أن وصل إلى حالته الآن وكان من أسبابه أن شيعة آل البيت يحزنون فأضرموا النيران وبكوا وحزنوا أما أتباع معاوية للفئة الجماعة فقد فرحوا وساعدوا وجابوا الفاكية وجابوا الطعام والنساء خرجنا يدربنا بالدفوف والغربال يغنين وكأنه فرح وكأنه هم قد انزح هذه الظواهر كانت أيام زمان لكن هي كتجي في عصرنا هذا كتظهر مرة مرة وخصوصا أن المغرب كان في واحد تواجد شيعي في التاريخ القديم لكن ليس بالمفهوم السياسي كان تشيع المغربي هو حب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبقت هذه الظواهر كدروا بعض الشباب والنساء وكأنهم يطلبن الحرية لأن سيدنا الحسين عليه السلام كان نموذج للإمام الثائر المتمرد الذي لا يرضى بالذل ولا يرضى بالهوان ويطالب بالحقوق ويستعمل القوة في انتزاع الحقوق هذا المبدأ بدأ ينتشر عند بعض الشباب حتى بعض النساء كالقوا بعض النساء اللي كيكونوا محكومات وكيكونوا دائما مضغوطات في عشراء يخرجنا ويضربنا بالدفوف وبالتعارج وكيقولوا باب عشر معلنا أحكام مللا يعني أننا الأحكام الجائرة والظالمة نحن نتجاوزها هي مناسبة تحيلنا إلى السراع بين الحق والباطل بين الظلم والعدل بين الخير والشر تتجسد ثم قلقوا واحد ظاهرة عجيبة ابتكرها لا نقول ابتدعها وإنما ابتكرها بعض الصلحة وهي طريقة ما يسمى بزمزم يعني بعد عشراء نهر الأول نهر الثاني كنت اسمى يوم زمزم لهو رش الماء رش الماء على الناس ما معنى يعني يقولوا عفا الله عما سلف يعني أن هذه الصراعات لوقعات هي الصراعات على الدنيا صراعات على كراسي الحكم والكل مات مات الحاكم والمحكوم ومن مع هذا ومع مع البقاء لله وحده لا شريك له والناس غير غلطين يعني الحكم ما مدته قصير جدا الدنيا كلها مثل فصل الربيع سرعان ما تزول والأعمار بيد الله قصيرة جدا والعقلاء من عملوا لماما بعد الحياة الأخرى بعد الانتقال من عالم الملك إلى عالم الملكوت الفسيح الخالد الأبدي فهات الصالحون كي حاولوا ما أمكن يهدنوا الغضب دي الناس وكيرشوا عليهم الماء وكيسموا هذا ماء زمزم طبعا هو ماء عادي لكن كيقولوا ماء زمزم لماذا لأن ماء زمزم هو ماء ينبع من الجنة ولما شرب له وكان يقال في الدعاء اللهم اجعلوا شفاء من كل داء وسقم نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرة وشفاء من كل داء وسقم عند شرب ماء زمزم فيه البركة فالناس كي يتبرقوا بهذا الماء وكيقولوا لأي ماء آخر هو ماء زمزم يرشون به على المرة في الطرقات الماء لا يؤدي ماء طيب مع الحرارة ربما منعش كل غاية منه هو أننا من نتقلقوش وأننا نحاول لا نغضب وأننا نتجاوز الأخطاء لوقات في التاريخ ولا نشجرها إحنا أولاد اليوم نعيشه الحمد لله متسامحين نعيشه متحابين ونعيشه متألفين هذه الفلسفة دي الماء زمزم والتسامح وإحنا ما أحوجنا ما أحوجنا أيها الأحباب الكرام إلى قيمة التسامح في عصرنا مع عشراء إحنا محتاجين إلى السنة النبوية الطاهرة المطهرة أن عشراء فيه يوم للاعتبار لما يقع في التاريخ أحداث وقعت كثيرة وكان فيها الصراع بين الحق والباطل والخير والشر وهنيئا لأهل الحق أفضوا إلى رحمة الله سوف يجزم خير الجزاء وأهل الباطل أمرهم إلى الله إن شاء عدبهم وإن شاء غفر لهم فهذه أحداث كثيرة نصوم وذلك اليوم نكثر فيهم من ذكر الله وجميل هذا الاختراع لوضعه الناس دي التسامح في هذا دكماء زمزم للأسف كالقعوا بعد شباب اللي هو غافل عوض أن يرمي بماء زمزم أقول لك يرمي بالطماطم أو بالبيض أي يمزم عندما ما بقاش الناس يرمون بالبيض والطماطم لغلاء الأسعار نساء ملقمية كل أما بقى نعقلوا واحد سنوات من قبل كان الخير موجود كانوا الناس يترمون ويتراشقون بالطماطم والبيض ويكرموا الفتيات والنساء وكتعد فوضى وهذا كله خارج عن النطاق نحن نبغينا دائما أيها الأحباب الكرام نرجع إلى الدين الصحيح إلى الإسلام الصحيح ما هو الإسلام الصحيح في عشراء أننا نربط قلوبنا بالله تعالى ونحسن التوكل عليه ونعتبر بالأحداث التي وقعت في التاريخ وأننا نصوم لله تعالى شكرا على أن الله تعالى أنجى الصالحين وأنجى المؤمنين وأغرق الظالمين نشكره على فعل هذا الخير ونلتمس منه الرحمة لأن الله يغفر يتجلب المغفرة في هذا اليوم المعظم يغفر السنة الماضية تصور عام كل دي السيئات إذا صمت هذا اليوم بصدق ويقين وإخلاص يغفر لك الله سنة ماضية كله يمسح الدنوب والمعاصي والسيئات ثم تكون الناس يقعوا الزكوات والصدقات في هذا العواشر تكون تضامون تكون تكافول تكون محبة تكون مودة بين الناس ثم التسامح التسامح قيمة كبيرة نقولها لماذا؟ لأن المجتمع دينا للأسف شديد كالقوا بعض الأوساط يعني كالصراع بين العائلات صراع ما بين الأسار صراع ما بين الأزواج والصراع رأى ماشي أسبابه مادية ماشي دايما غلا الأسعار ماشي الحياة يقعد إلى غادي سريع ماشي هو سببه عدم التسامح والتسامح هو قيمة قلبية أن الإنسان يحول ما أمكن يجعل قلبه كبير يجعل قلبك كبير اللي بغي يكون قلبه كبير دائما يكتر من السجود أو سجود واقترب على قدر ما سجدت لله بخشوع الله تعالى يعطيك صدرك متسع ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك مالك تسامح ما كتخسرش ماشي ضل ولا هوان ماشي كما يقول الفرنسيون تخوبون تخوكون أبدا لا تخوبون تقعد ما تخوبون دير مزيان لكن لله خالص لله أش كي يعطيك الله تعالى كي يعطيك الله القوة كي يعطيك الله الربح قيمة الربح هكذا جاء في الآية ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك نسأل الله تعالى أن يلهمنا وإياكم الصواب وأن يزوقنا التسامح فيما بيننا كنقل أي وحد باش نقضي عطلة صيفية سعيدة ونقضي أيام جميلة اللي عنده شي غضب أو شي حقد على غيره زوجة على زوجها إخوة على أخوتهم أبناء العمومة الجيران أصدقاء زملاء العمل نقلوا عفى الله عما سلف ونعتبر صدقا لله سأتصدق بعرضي وغنطوا من الله تعالى المدد والتعويد أخذوا التعويد من الله الاحتساب إلى الله تعالى وسوف ترون السعادة الجميلة لأن الذي يحمل الأحقاد في صدره إنما يحمل حقيبة أحزانه في نفسه عندك حقيبة أحزان وأحقاد تحملها معك دوما كتنعس بها وتفق بها وتأكل بها وغتصافر بها وترجع بها وتحضر فيها في الأعرس عمرك ما تشعر بالسعادة لماذا؟ لأنك تحمل في صدرك حقيبة الأحزان والأحقاد ارميها تخلص من حقيبة الأحزان والأحقاد وقل عفو الله عما سلف وسوف ترى الفرحة والسرور والبهجة والحبور نسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا للإيمان ويرزقنا الصلاح والفلاح والبركة والتيسير ويديم المحبة والمودة بين الجميع وينزع من الصدور حد الشيطان ويملأها بحب الرحمن اللهم أمين اللهم أمين يا أكرم الأكرمين عدنا إليكم أيها الأحباب الكرام لنواصل هذا اللقاء المبارك ويسعدنا أن نستقبل مكالماتكم ونبدأ أول مكالمة من إقليم القنيطرة معنا للاحيات وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته باركة برحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومستقبلة البرنامج والمسلمين والمسلمات جميعا وكنشكرك على البرامج ديالك يا الميد راديو وكنشكر ميد راديو كلها وشكرا لك يا سي قريبان أنا بغيت نفتح معك في الموضوع ديالي أنا اليوم ما قدرش نمشي الروضة أرحم على الوليدة ديالي ويرحمها لا يرحمها ما قدرش نمشي كل عام كان نمشي ولكن اليوم ما قدرش ما قدرش نمشي واني ونحذينا جدا لأنما مشيت لأنك نمشي وكنت رحمة لها وعلى أخوتي اللي مادو تقريبان نوصلها إلى كلها من يتالية التي قريبان والله يرحمهم جميعا يا رب الله يرحمهم وقرية القرآن غامل لهم أعمل الضار وش يمكن يوصل لهم ذاك الرحمة بالقرآن ذكرت وانا متأثر ذاك لي لمشيت وصلت الوليدة وحملها لأن أنا كنت متابة بنتها اللي منسيتها وإلى يوم من هذا منشي الوليدة لي وكنقول جميع الناس باش يتغلوا في والديهم مزيان يتغلوا فيهم لأن الوالدين أمريكا يموتوا عد كان عرفوا برسهم نعم الناس يكونوا مرضيا اللي أنا رضا هو اللي تابعني الآن كنعيش السورة بديك الكليناكس اللي كان بيه وربي كيسهل بركة والحمد لله والشكر لله وكان تغبستي قريبان من جميع المرسيني اللي فيسمعوني اليوم الجمعة والعواشر باش يتعاملوا معايا باش نحيد هذك الشلالة وشكرا ليكون جميعا وليت تصلوا بالأخ جواد قاناة الهيلان للمكفوقين تجارة الهيلان للمكفوقين ورانهم أجر عظيم راني الاسم ديالي ورقم ديالي بهاتف موجود في قاناة الهيلان للمكفوقين تجارة الهيلان للمكفوقين والتحية ديالي ديك والطاقة من الإداءة ديال الميد رابيو والمكفوقين والمكفوقات من المغرب ومن خارج المغرب وكان بارك لكم العواشر وشكرا لك شكرا لنا حياة شكرا لك برك الله فيك والله يرحم لولدين ورحم لإخوة والأخوات ويرحم جميع المسلمين والمسلمات وإن لله وإن إليه راجعون ما دعسنا أن نقول حينما نفقد حبيبا أو قريبا إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن وإن لا نقول إلا ما يرضي الله وإن لله وإن إليه راجعون يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي للا حيات الميت في قبره هو ينتظر من الأحياء الصدقة كل يوم كتشرق في الشمس إلا والميت يمد يده يقول يا ربي بغيت عائلتي مين سوميش لأن الميت إذا مات انقطع عمله انقطع ولكن بقي له ثلاث نوافد من خلالها ممكن أن يزيد في الأجر والثواب إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدق جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ها الامواد دائما مقونت فكرهم دائما بالصداقات دائما بالدعوات هذا اللي تنفعهم تنفعهم ما نبعث لهم من صدقات أو من دعوات وخذ كنت في بيتك وخذ كنت في إقليم هما في إقليم آخر وخذ كنت في دولة هما في دولة أخرى انت في قارة الدعاء يصل في اللحظة والصدقات تصل في التواب ديلا في اللحظة لكن الزيارة دين الأموات هي في حائقك تنفع الأحياء من اللي يمشي الحي ويزور المقابر هو اللي ينتفع عنده خطوات لله ومن اللي يوصل يشوف العبرة دين الناس اللي كانوا معاه وصلوا تحت التراب فقلبه يمتلؤ بالإيمان والخوف والخشية من الله تعالى ربنا هو واهب الحياة وممكن أن يسطب من الحياة في أي لحظة إذا سلب الله منك الحياة انطفأت الأضواء بأمر بسيط جدا الحق سبحانه وتعالى لسلك يكون معجب بنفسه ويكون متكبير ويقول أنا أنا لو شاء ربك أن يسطب منه نور الحياة انتهى كل شيء فإحنا ما إحنا أحياء نشكر الله أنه يمد لنا في العمر لكي نزيد في العمل الصالح ونسأله حسن الخاتمة فأختي حياة الله شفيك الله يعفيك والله دويك والله يرحم جميع أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين اللهم أمين يا أرحم الراحمين نتحول إلى الضال البيضاء معنا للا إيمان والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور لهم جمعة مباركة ووشرة مباركة والله جالك بخير على النصائح لك تقدم لنا حفظك الله ورعك والله يرحم المسلمين أجمعين يا رب دكتور بويتني عندي سؤال الأول ما يخص الدعاء الدعاء للسولات السيدة ما معرفش الإجابة ديالها نعم وعلى القرآن وش القرآن تيوصل للأموات نعم فش تتقرأ تتقرأ شي صورة وليش حاجة وتتنويها أنه صدق نعم تصل وحد الدعاء كان ديره كان ديره أنه تنقول الله ومرحم والدين ووالدين المسلمين أجمعين الله ومرحم والدين ووالدين ووالدين نعم هالدعاء وش هو اللي سمعت ودالي عارضة أنه تيوصل الأجداد الأولين دعم نعم وش هذا صحيح هذا من جهة من جهة تعني يا دكتور بغيت النمر ديالك عندي مشاكل عندي مشاكل كبيرة وغيتني وخاختي الله يفرج عليك الله الحمد لله مجزيك بخير بكل فرح أنا عندي ستوندر لله إيمان الله يفرج عليك واللهم تعالى يكمل لك الرجاء ويجعل سعى المباركة آخر أحزانك وهمومك ويأتي الفرج من الرحمن جوابا على سؤالك لله إيمان هل القرآن العظيم يصل إلى الأموات هو احنا مطالبين أولا بالصدقات للأموات ديالنا الصدقات نعطيه مالا أو طعاما أو كلك يعطي الماء كي يبالي بأنه يعطي الماء يتصدق بالماء لأمك الحارة والجافة إما ماء الشرب وإما يحفر بئر وإما يوضع وحد القنينة على الماء أمام وحد تجمع ديالناس اللي جاء يشرب واللي يشرب يقول الله يرحم الوالدين هذا كله من الصدقات أو يعطي المال أو لباس في البرد القارس كيتصدق بألبسة بأغطية كي يكون البرد القارس كل مرحلة لها ضروريتها هل عيد الأرض حيتصدق بالأكماش حل في الدخول المدرسي كيتصدق بالكتوب والأقلام والدفاتر والمحفظات وهكذا كل كل مناسبة لها لاحتياجات الناس كتشوف احتياجات الناس كتعطيهم هذه الصدقات كتوصل للأموات من الانتقاء كتنوي وكتوصل للأموات تامة كاملة اللي ما عندهش المال ما عندهش القدرة كيتصدق بماذا؟ بالدعاء والأدعية هي كثيرة ومتعددة كل ما كان دعاء شامل كيكون كيكون أقرب إلى الإجابة الله مرحم والدي والمؤمن والمؤمنات من شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك كل ما عممت الدعاء كان أفضل كيكون قريب لاستشابة لإشكالك يقول بعض الناس هل نتصدق بالتلاوة القرآن الصدقة بالقرآن الكريم هو كل واحد اختلف بالعلماء كل واحد كيفش فهمها كي قال بأن هذا الأمر غير تابت أن الصدقة ستكون إما بالمال وإما بالدعاء بالرحمة والمغفرة اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي ممينة وللمؤمنة والمؤمنة كل قال فقط هذا هو الذي يوصل للأموات الصدقة والدعاء وكل العلماء الذين وسعوا الوعاء قالك بأن رحمة الله وسع حتى الآمات صالحة ممكن لأنقموا بها تصين إلى الأموات لمنعوا قالوا بالآية القرآنية لا تزير وزيرة وزر أخرى وقفهم إنه مسؤول لأن كل واحد مسؤول عن نفسه لكن لوسعوا وعاقلك لا ربي عز وجل لا أي عمد ارتصالح يصلوا إلى الأموات تلوة القرآن العظيم أو صلاة النفل أو الحج أو العمراء فمثلا في الحج الصحابية الخثعمية التي قالت يا رسول الله إن أمي قد ماتت ولم تحج أفأحج عنها لم يقل لها نعم أم لا أعطاها قياس قال لها أرأيتي لو كان على أمك دين أكنت قاضيته قالت نعم قال فدين الله أولى أن العلماء الحنفية التي يعتمدون للقياس قالوا بأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب المرأة بنعم أم لا ولكن علمها منهج وهو القياس يعني أن أي عمل صالح فيه منفع عن الناس أحياء أو أموات كل جائز ربنا يتقبله ومن ثم قال العلماء بعض العلماء قالوا بأن تلاوة القرآن الكريم إذا تلوناها وبعتنا توابها للأموات مقبولة بإنشاء الله صحيحة بإذن الله لأن كنحنا صحيحة مش مقبولة القابول هو عند الله أمر إلهي هو الذي إنشاء قبيل وإنشاء ولكن صحا كان يحكم بالفقهة قالوا أمر صحيح نتصدق بتلاوة قرآن الكريم نتصدق بنوافل نتصدق بأذكار وتسبيحات نتصدق بصيام أي عمل صالح كنقوم به يصل بإذن الله إلى أموتنا وربك سبحانه وتعالى واسع الرحمة والمغفرة وهذا أمر خلافي بين الفقهاء بين الموسع والمضيق والأولى هو التوسعة الأولى هو التوسعة لأن رحمة الله واسعة والنبي الكريم صلى الله وسلم منهجه إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن حرما أسأل الله تعالى أن يرحم جميع المؤمن والممنات وللا إيمان الله يفرج عليك الأمور الله يفرج عليك الأمور شوف بنتي هذا المشكل الكبير اللي عندك رأى رأى في الحائقة حائقة أمره رأى قد يصير صغير جدا ليغنصك به هو دائما إقرأي دعاء دنون دعاء دنون سيدنا يونس قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا به مكروم إلا فرج الله عنه ما هو دعاء دنون يونس أوله تهليل أوسطه تسبيح آخره إقرار بالدم أن نقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إلى قل العبد الثلاث مرات صادقا خالصا فرج الله عنه أمه لأن سين يونس ارتكب جرما وهو نبي ربنا عز وجل لما أمره بأن يدعو قومه ولما كانوا يسخرون منه وامتنعوا غضبا فهاجر عنهم غاب عنهم ومشف سفينة وغارقا حتى التقمه الحوت وكان في الظلمات الثلاث ظلمة بطن الحوت وظلمة جوف البحر وظلمة الليل يعني أنه النجاة مستحيلة لكن مع الله ما فيه مستحيل مع الله تعالى الممكن ممكن لأن ربنا عز وجل لا يستحيل عليه أشياء يرزق بالأسباب ويرزق ضد الأسباب ويرزق معنا في الأسباب سين يونس أنهمه الله ذا الدكر فلما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا عفى عنه وفرج همه ونفس كربه وأخرجه من بطن الحوت وكتب له عمرا جديدا وعاد إلى قومه مئة ألف أو يزيدون وغفر الله تعالى ما متم فلي عنده شيء هم شديد في قلبه مهما كان عنده مشاكل عائلية عنده مشاكل مالية عنده مشاكل صحية عنده أمراض نفسية يكون لي كان لا شيء كل شيء لا يسوي شيء أمام قدرة الله قل هذا الدعاء وستر الفرج تشرق الشمس يوم جديد وتبدأ صفحة جديدة وكأنك لم تكن أبدا عندك لا أزمة ولا مرض ولا حاجة ربك اسمه الكريم وربك اسمه الرهوف وربنا اسمك الواسع وربك اسمه الرحمن وربك اسمه الجواد دي من الأسماء الطيبة أسماء الحسنة نقولها ونرددها فيتجلى عليك ربك بهذه الصفات وترى الحياة سهلة وجميلة وممتعة وطويلة وعريضة ونافعة وتشوف رسك بأنك دخلت إلى جنة الدنيا لأن في الحديث في الآياء قالك ومن دونهما جنتان جنتين قال هناك جنة في السماء تزينت وتعطرت وتستعد لاستقبال زوارها وهناك جنة أخرى فوق الأرض وضعها الله فوق الأرض يندخل لها فين كتوجدت الجنة فوق الأرض فين كتوجدت في باريس في نيويورك في لاس فيغاس فين كتوجدت في قلوب المؤمنين جنة عارضة طويلة في قلوب المؤمنين في قلبك هناك جنة ادخل إليها سترى بأن الحياة بسيطة وطيبة أسأل الله أن يحفظكم ويرعاكم أجمعين نتحول إلى إقليم والماس معنا السمسطفا سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا أهلا بك مولاي جزاك الله الفخير جزاك الله الفخير عاد كان نفكر عاد كان نصلي وسأديك السمسطة عندي ولمانديس وخاء بإذن الله وعندي واحد داويلة سمحت له واحد دريه كان يستمع عني تسميته حتى هو مصطفى وتبارك الله دريه دريه وشوكو يصلي وكي عزق الله وكي يتمنى سعليه من الدير الجوز وسأل الله من عندكم يا ربي من هذه داويلة يا رحمة يا رحمة بإذن الله تعالى أهلا براها سميته من المرسي إلا كانت من أفغاد جوز أعطيه هاد المرادين لأخيهم وأي من تمنى سعليه بنوليد جوز به يا ربي إن شاء الله مولاي برك الله فيك وزماء أيام زمك تمنى الجوز به وكانت من نسع الله تخد من المرسي لك أنت بنت بغاد جوز مرحبا بها تحية سعداء سيئلة جوزات بادل وزايدة إن شاء الله أخو يا بإذن الله وشكرا والسلام واركونا ماركونا فيك جزاك الله الفخير جزاك الله أفسي وصطفى وجوابا على الكلام اللي قلتي هو أن ربنا عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كل صلاة لابد أن نحافظ لها على وقت لكن الله تعالى الرحمن والرحيم بعباده عارف الأعذار دي الناس وده له الوقت الموسع والوقت المضيق والوقت المشترك وعندنا في الصلاة لدينا الظهر والعصر كتسموا الظهرين أو العصرين وقدم مشتركوا أحدنا الوقت المشترك Pu ولدينا المغرب أو العشاء وكل صلاة تبدئ فضلها عند الآذان ثم تستمر الى آذان السلاة المولية كيبقى الوقت للصلاة إلى حلول الصلاة المولية قبلها بركع كي تسمى ركد داخل الوقت فالإنسان لو الدل للعصر العصر خصوصا في الآية القرآنية ربنا عز وجل قل حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى قيل في تفسير بأن من تفسير أن السلاة الوسطى هي سلاة العصر نحافظ عليها لأن فيها ملائكة تتحاقب مع الفجر والعصري فيسألهم ربه كيف تركتم عبادك وجدناهم يصلون وتركناهم يصلون فيكتب العبد أنه يصلي طيلة الأربع وعشرين ساعة العصر لو الدل ننصلي لكن إلا تأخرت أو ربما كنت مشغول ودى ذلك ساعة ركب باقي ما زال في الوقت ما زال في الوقت لأن الوقت هو موسع كي يستمر وحد ساعتين ونصف تقريبا إلى حدود صلاة المغرب قبل ذلك بركع فهذا أمر أدركت الصلاة في وقتها لك الأجر والتواب أخي مصطفى بالنسبة للبحث عن العروسة هو قضية الزواج هو وخكبا بحت وتنقيب هو في الأصل هو قضاء وقدر وقسمة ونصب الناس يقولون أن الزواج تقلب على الفتاة تدير الأسباب وتسول هنا وتمشي هنا هذه الأسباب رب يبغي شغلنا وإلا فإن الله سبحانه وتعالى قسم الأرزاق وجعل لكل زوجين زوجة في السماء زوجين في السماء ومكتوب في الجبين الإنسان في الحديث فلان لفلان وفلان لفلان كليك يتأخر عنه الزواج هنا كنستعن بالله بالدعاء ومن من الأدعية اللي كنقولها باش ربي يسخر لنا الدعاء المأتور أقول اللهم يا واحد يا أحد يا فرض يا صمد يا من لا صاحبة له ولا ولد أرزقني زوجة وولد كتقول هذا الدعاء كتستعن بالله بإشارة توحيد والإخلاص لحق سبحانه يا واحد يا أحد يا فرض يا صمد يا من لا صاحبة له ولا ولد أرزقني زوجة وولد ولكتمرك تقول أرزقني زوجا وولد كتك الله تعالى مرأة ولود يعني كتجي وكتكون بحل الأرض الخصبة كتطي الأولاد والأولاد كيجوا بالرزق ديالهم كذلك المرأة منك تقول أرزقني زوجا وولد كي أعطي الله تعالى زوج ودود وولود لأن خير الصفات في الأزواج والزوجات قالك تزوج الولود الودود في المرأة والرجل الصفة الحسنة في المرأة وفي الرجل أول حاجة الودود لأن في المحبة بالتعبير المعاصر في الرومانسية كتلقى رومانسي كيثق في الصباح الباكير بابتسامة جميلة عريضة صباح الورد والفل واليسمين كل كلمة كيقول أحلو وجميلة والنهار كله جميل والعطة الصيفية جميلة نيت أسبوع جميلة دايما وسعيد هذا الودود ما كيبقاش يقلب لك على الأخطاء الزلات علاش هادي ما الهادي كيف هادي دي من هو عنده عين مغمضة وعين سدودة يعني يقول لكل شي زين كل شي لباس دي ودود والصفة الثانية الولود الولود يعني إشارة إلى أن سليم في المعاشرة الزوجية كيكون سليم وكيكون طبيعي وكيكون قوي وكيكون في الإقبال وكيوقع الحمل وكيوقع الإنجاب والإنجاب كيجي معها الأولاد لأن تزوجوا أو في الحديث تكاتروا تناسلوا فإني مباهن أو مفاخر بكم الأمم يوم القيمة فهذه من الصفات اللي بغها يعني بعض الناس كيقلب في الانترنات كيقلقي قيسوا للأحباب لبالك شعرصا لبالك هذا أسهل طريقة ما تسول ديرها الدعاء وربي غياتك بالرزق إلى عندك يجي بين يديك ذاك رزق اللي بغيته غي هو يقلب عليك هو غي يجي بين يديك وربي غي سهل لك اللقاء غتقول هذه الدعاء اللهم يا واحد يا أحد يا فرض يا صمد يا من لا صاحبة له ولا ولد أرزقني زوجة وولد ولكتمرأ أرزقني زوجا وولد ومليت لقى ذاك العنصر اللي قلبك رتح له قبل ما تقول نعم أم لا ينبغي أن تختلي بنفسك مع الله دائما الإنسان يختلي بنفسه مع ربه لأن ما خاب من استخار وما ندم من استشار طبعا كنستشر مع الناس اللي عندهم المعرفة وعندهم الخبرة ولكن نستخير من المولى لأن الناس بعضية بشر ضعفة لكن الله تعالى علام الغيوب فالإنسان قبل ما يقول نعم أم لا كي يختلي بنفسه مع ربه وكي يصلي الاستخار وكي يقول الدعاء المأتور اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن فلان أو فلانا يعني أنه فيه خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فأقدره لي وبارك لي فيه وإن كنت تعلم أن زواجي بفلان أو بفلانا شر لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فأصرفني عنه واصرف عني وقدر لي الخير حيث ما كان ثم رضني به الله تعالى هو علام الغيوب إليك أن نتزواج فيه الخير الله يقول لك يا الله بسم الله سير الله يعونك وكتلقى الخير كله أمامك وإليك أن نتزواج فيه الشر وفيه المشاكل وفيه المتاعب الله تعالى من لولك يعفيك يقول لك لا أنت استخرتني أنا من نضيعك أنا هذا ما يصلح لك أو هذا ما تصلح لك سوف أعوّدك خيرا من ذلك طبعا الإنسان اللي غدتزوجها مش هدلق الحياة جنة الحياة الدنيا كلها متاعب هكذا صممها الله الدنيا صممها الله تعالى فيها المتاعب وفيها العقبات وفيها الابتلاءات والإنسان يوم لك ويوم عليك مش تبقى دائما مرتبط بالله رأى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم زل عليه جبريل قال ربك يخيرك يا محمد أن يجعل لك جبال مكة واتغامة كلها ذهم وفضة تنفق كيف تشاء ما قولك يا محمد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بلغ ربي يا جبريل أني أريد أن أشبع يوما فأشكر وأجوع يوما فأصبر هذه الحياة الدنيا للصالحين يوما أشبع فأشكر ويوما أجوع فأصبر هذا في الطعام وفي الحياة الزوجية والحياة العائلية أرى مرة تكون سعيد وفرحان كتشكر المولى ومرة أخرى كتطعي نهرك للضق وكتصبر وكتحتسب فتكون من الصابرين وتكونين من الصابرات وربنا قال إنما يوفى الصابرنا أجراهم بغير حساب حتى تنقضي الحياة الدنيا قصيرة ثم بعد ذلك ننتقل مباشرة من عالم الملك إلى عالم الملكوت إلى الحياة الأبدية إلى الحياة النعيم إلى الخير الأبدي وهنا الإنسان غد يشعر بالحسرة عدنا صورة تغابن معنى أن الإنسان يوم القيامك يشعر بالغبيدة هذا الحسرة ما هي يقول ليتني كنت أعلم ما أعده الله من نعيم خالد في الدار الأخيرة لكنت من العابدين ولكنت من المجتهدين في العمل الصالح ولكنت من الصابرين عند الإبتلاء نحن نبلغت فيها أيها الأحباب الكرام نحن فيها الآن ما زال في الدنيا نجتهد في العمل الصالح نشكر ربنا على الخيرات نصبر على الإبتلاءات وغد كنت هو الناجح وأنت هو الفالح أسأل الله تعالى أن يحبب إلينا وإليكم جميعا الإيمان اللهم حبب لنا ولكم جميعا الإيمان اللهم زينه في قلوبنا اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعسيان واجعلنا من عبادك الراشدين اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح آخرتنا التي إليها معادنا اللهم يا رب أسعد بين الأزواج والزوجات واجعل بينهم مودة ورحمة اللهم يا رب واصلح الشباب والشابات اللهم وأزل عنهم الموانع والعكوسات وارزقهم القبول والتيسير اللهم اقردين عن المدينين وفرج الهم عن المهمومين ونفس الكرب عن المكروبين اللهم اغننا وعبادك المؤمنين اللهم يا رحمن يا رحيم أنبت الأولاد والبنات نباتا حسنة واجعلهم صالحين طيبين مباركين واصرف عنهم أهل السوء بفضلك وجودك يا أرحم الراحمين وارحم أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين وأسكنهم فسيح الجنات واجعلهم يا ربي هذا اليوم ضيوفا مقرمين وأدخلهم الجنة بلا حساب ولا عقاب واجعلهم مع الأنبياء والمرسلين والأولياء المقربين في جنات النعيم واحفظ بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين وانصر سلطاننا وهدئ أوطاننا ورخص أسعارنا وبارك لنا فيما أعطيتنا واختم لنا بالحسن بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله